من ناحية أخرى التقى محافظ بني سويف بلجنة مجلس الوزراء المكلفة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتي ذلك في إطار متابعة المشروعات الجارية بستين وستين قرية بمركزي ناصر والمدرجة بالمبادرة وكلف المحافظ بتوفير التسهيلات اللازمة وذلك لقيام اللجنة بعملها الميداني لمتابعة المشروعات بجانب توفير البيانات الدقيقة لنسب التنفيذي ومعدلات الإنجاز حسب التوقيتات المحدلة